دعت ملظمة أطباء بلا حدود إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا بشكل عاجل بالتزامن مع وصول قافلة إلى مخيم للنزحين والمشردين في المنطقة المنكوبة جراء الزلزال المدمر هذا وأكدت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 8.8 مليون شخص تأثروا بالزلزال في سوريا وارتفع عدد ضحايا الزلزال شرق المتوسط الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا إلى أكثر من 46 ألف وفاء فضلا عن عشرات الألف من المصابين وما زال الألف منهم يخضعون للعلاج